على الرغم من أن ترسم الدوائر الانتخابية من مهام مفوضية الانتخابات على اعتبار أنها الجهة التنفيذية المعنية بعملية الاقتراع فإن الكتلة الكبيرة في مجلس النواب أصرت على أن تكون هي من يقوم بتحديد الدوائر لضمان تقسيمها وفقاً لمصالح قاعدتها التصويتية ومؤيديها في كل منطقة مفوضية الانتخابات أمهلت مجلس النواب حتى نهاية الشهر الحالي لاستكمال قانون الانتخابات وبخلاف ذلك فإن الانتخابات لن تجري في موعدها المقرر في السادس من حزيران العام المقبل وفي تقرير نشرت جريدة المدى أشار خبراء الشأن الانتخابي إلى وجود تفاوت في توزيع الدوائر بين منطقة وأخرى حيث إن هناك دوائر انتخابية ليكون فيها مقعد لكل 65 ألف نسمة ودوائر انتخابية أخرى يكون فيها مقعد لكل 13 ألف نسمة وهو تقسيم نظر إليه على أنه حالة من عدم المساواة في حجم التمثيل بالنسبة إلى السكان ويرى هؤلاء أن من المفترض تكليف لجنة محايدة وفنية من داخل مفوضية الانتخابات لترسم حدود الدوائر الانتخابية بحسب مراكز تسجيل الناخبين الفرعية المنتشرة في العراق وعددها 1079 مركزا في آخر إحصائية على الرغم من القفز على فقرة الدوائر الانتخابية من قبل الكتل الكبيرة يرى الخبراء أن هذه الآلية أحدثت نقلة من النظام النسبي إلى نظام الأغلبية بالترشيح الفردي الذي يعد إنجازا يجب استغلاله من قبل الجماهير وخصوصا الأغلبية الصامتة التي تقاطع الانتخابات في العادة لضمان انتقال سياسي واستغلال فرصة التغيير التي جاء بها زخم حركة تشرين